التقى الدكتور أحمد السوقي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الدكتورة سناء مصنف المديرة الإقليمية لإتاحة الدواء ودعم الأسواق واقتصاديات الدواء لشركة جونسون العالمية وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلي وذلك من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية عن أول مرتز تميز إقليمي لعلاد أمراض وسرطنات الدم بالتعاون مع جونسون العالمية ومن جانبها كشفت المديرة الإقليمية لجونسون عن استعدادها لزيادة استثمارات جونسون في مصر مشيرة إلى أن التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة والنموذج المصري المشرب في تحقيق الإصلاح الصحي حقق طفرة نوعية غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر